وشوف هنا لما نرجع لبداية الحديث وش معنى إن إخوانكم خوالكم الخوال هو الملك لأن العبد هذا اللي يشريه الإنسان من السوق هو الملك التعوى يصبح ملكه ملكه وربي عز وجل يقول في آية أخرى وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمُ أَوَّلَ مَرَّةً وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ خليتو الشي اللي ملكناكم فالمقصود تحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن إخوانكم خوالكم يعني هذا العبيد هذا اللي يراكم تشروهم وخدامين عندكم هذو رهم خاوتكم هذا صح توما تملكوهم ولكن توما ركم خاوتهم وشوف الرسول عليه صلى الله عليه وسلم بدأ يربي في الصحابة بدأ يقول حتى قال لهم لا يقول أحدكم عبدي وأمتي ولكن قل غلامي وجاريتي نعم لأن الناس عباد الله والنساء إماء الله إماء الله نعم يا ربي فيهم نعم باش ما تكونش هذيك النزعة أنه أنه النزعة التعالي السعلاء التعالي السعلاء والفوقية أنا خير من العبد التاعي نعم فكان الصحابة وأنت عبد لا تسوي شيء لا تسوي شيء فتخيل لما الإسلام يجي نعم الدرجة هذي يقول لك الخادم التاعي كما تلبس تلبسه إحنا اليوم ما وش عبد ما وش وصيف وتلقاه مسكين يعني ديروا تحت رجلوا لماذا؟ ترجمة نانسي قنقر